بدأت عمليات بناء سد النهضة عام 2011 وبتكلفة قدرت بخمس مليارات دولار طبعا هذه التكلفة تعادل عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له تمتد على مساحة تبلغ 1800 كم مربع وبعمق 155 متر يقع على النيل الأزرق بولاية بانشنقول قماز بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية تم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي أثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية 2020 سيبدأ تشغيله بالكامل بحدود 2022 ويحمل السد منافع اقتصادية لأثيوبيا والسودان ولكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة من نهر النيل المستخدمة في الشرب والزراعة وأيضا الصناعة موسيقى